انكسارات حوثية متتالية في جبهات القتال بمحافظة الضلع ففي قطاع الشرقي من جبهة الفاخر تمكنت قوات اللواء 30 مدرع من إحباط عملية تسلل على مواقعها موقعة خسائر في صفوف العناصر الحوثية بحمد من الله ومنه تم كسر تسلل للحوثي وقتل ثلاثة منهم وهذا التسلل كان الثاني بخلال 24 ساعة وبحوزتهم كان بحوزتهم أبوات ينوون زرعها في المواقع والحمد لله كسرنا التسلل وهم في الوادي على بعد من المواقع هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المجامع المتكاتفة من الواء 30 مدرع تكانت الحوثيين لم تكن في مأمن من مدفعية القيش غرب منطقة الفاخر وعلى تخوم مواقع المقاومة شمالا كسرت قوات من اللواء الخام الصائقة عملية التسلل على تباب عثمان أهم المواقع العسكرية والاستراتيجية في ذات القطاع تسللات حوثية ومحاولات فاشلة في تفقيخ الأرض بهدف إعاقة القيش والمقاومة من التقدم واستكمال التحرير في تطور يشكل تحدي لحاضر ومستقبل المقاتلين والمواطنين على حد سواء في مختلف مناطق وقطاعات الضالع التي لا زال الحوثيون متربصون فيها وينتظرون فرصة للعودة اشتركوا في القناة